توقيع برتوكول لرفع الحظر عن رحلات الطيران بين القاهرة وموسكو مبارح توقعت شبكة روسيا اليوم توقعت النهاردة أن عدد السياح الروسي اللي يزوروا مصر خلال الفترة المقبلة هيصلوا إلى 3.160.000 سائح روسي على الأقل وزير النقل الروسي مكسيم ساكلوف قال أن روسيا ربما تتحقق مرة أخرى من مطارات مصر للتأكد من سلامتها قبل استئناف الرحلات الجوية هذا التصريح جاء ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا في حاجة لإجراء مزيد من الاختبارات لمطاري الغرداء أو شرم الشيخ قبل استئناف الرحلات إليهما عما رئيس شركة تي يو آي سياحية روسية فتوقع أن مصر تسحب من 10% ل35% من السياحة الروسية الوافدة إلى تركيا لكنه أكد أن هذا مرتبط بسياسة التسعير في الفنادق المصرية ترجمة نانسي قنقر